اهلا بكم قال نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان التحالف العربي مستمر في دعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن لحين الوصول الى حل سياسي ينهي الازمة اليمنية واضاف الامير خالد في عدة تغريدات على تويتر ان نقل السلطة للمجلس الرئاسي يؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والامن والاستقرار لليمن والمنطقة واشار الى ان الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعارا للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع لبناء بلد ينعم بالامان ضمن منظومتها الخليجية العربية رحب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقال اوبنهايم في تغريدة على تويتر انه من الضروري ان يغتنم اليمنيون هذه الفرصة من خلال العامل معا من اجل السلام تحت رعاية المبعوث الاممي معربا عن درحيبه باعلان السعودية والامارات عن تقديمهما الحزمة الانسانية والاقتصادية لليمن اكد العامي طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيسي مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية على اهمية تعزيز الجاهزية القتالية لكافة وحدات القوات المسلحة لمواجهة خرقات المليشيات الحوثية ومنعها من تحقيق ان يتقدم جاء ذلك خلال لقائه بمقر قامته في العاصمة السعودية الرياض قيادة وزارة الدفاع واستمع نائب رئيس الجمهورية من قيادة وزارة الدفاع لمستددات الاوضاع العسكرية في ظل الخرقات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوث الانقلابية في الهدنة والتي تم الاعلان عنها بداية شهر رمضان المبارك صعدت مليشيات الحوثي خرقاتها للهدنة في جبهة القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع واشار تقرير للمركز العالمي للقوات المسلحة الى ان الخرقات تنوعت بين استهداف مواقع القوات الحكومية في كافة الجبهات اضافة الى عمليات شق طرقات ونشرق النص في عدة مواقع قتل اثنان من عناصر المليشيات الحوثية في اشتباكات مع مسلحين قابليين جنوب صنعاء وذكرت مصادر محلية ان مسلحين قابليين من خولان شنوا هجوما على قسم شرطة دار سلم جنوب صنعاء على خلفية احتجاز المليشيات لفتاة بذريعة ترويجها للعمل الوطنية والصادرة عن الحكومة الشرعية ختم هذا الموجز اينما كنتم دمتم في امان الله